طبعا الفترة اللي فاتت وبعد القرارات الأخيرة اللي خدتها الحكومة والوضع اقتصادي بشكل عام في البلد خلى كتير من الأحزاب السياسية يكون في حالة حرك لو جاز التعبير عشان يعبروا عن رأيهم في اللي بيحصل والبدائل المتاحة فعندنا حزب التجمع النهاردة كان عقد مؤتمر للإعلان عن موقف الحزب من هذه القرارات وهو شايف الوضع ازاي في البلد من الناحية الاقتصادية كان حاضر المؤتمر وزير التموين السابق دكتور جودة عبدالخالق وعدد من قيادات الحزب نتابع في ضوء القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة عقد حزب التجمع اليوم مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله رأيه في قرارات الحكومة الأخيرة التي رأت فيها قيادات الحزب أنها تشكل عبءا ثقيلا على المواطن البسيط في الوقت اللي احنا بنقول وجهة نظرنا الرافضة لسياسات أدت لقرد السندوق ما لا تؤدي لإنتاج استثمار هذا القرد في إنتاج صناعي أو زراعي وإنما فقط مخصص لعجز الموازنة ورفع الاحتياجات النقدي فلول بديلة اقترحها قيادات الحزب الذين رأوا أنها تكفي لدعم الاقتصاد المصري بدلا من قرود من شأنها زيادة العبء على المواطن البسيط والاقتصاد المصري احنا انتمعنا مع الطبق الوسطى والفئات الفقيرة وبالتالي بنرى أنه هناك إجراءات بديلة لما قررت الحكومة اتخاذه مثلا بنرفض تعويم الجنيه وبنقترح بديل له أنه نعربط الجنيه المصري بسلط عملات من حقنا في وضع اقتصادي معين مثل الذي يمر به الاختصاد المصري ويمكن يعني الوضع سيء أنه مثل هذا الوضع من حقنا أن نضع ما يسمى بالعوائق بنص الاتفاقية هذه العوائق ممكن تبقى التعريف الجمهورية ممكن تبقى نظم إدارية معينة وتنظمية معينة بحيث بعمل عائق أمام ورود الاستيراد حزب التجمع الذي أنشئ عام 1976 يعد أحد الأحزاب التي تعلن عن رفضها لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة لما يرونه أنها قد تكون سببا في زيادة حالة الاحتقان في الشارع المصري بسبب ارتفاع متزايد في الأسعار وشروط قد تزيد العبء على ميزانية الدولة جهود حثيثة من الأحزاب لاحتواء حالة الغضب في الشارع المصري وإيجاد حلول بديلة لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة التي باتت تشكل عبءا ثقيلا على المواطن البسيط لا سيما ارتفاع الأسعار التي باتت في أغلب مناح الحياة محمد رياض الحاليوم